السلام عليكم مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة كيفما كتشوفوا اليوم غادي نوجده بطبوط بحشوة سهلة والديدة واقتصادية وغادي نشارك معكم الأسرار لكتخلي البطبوط ناجح من أول استعمال خليكم معايا مشوا نشوفوا المقادر ونبدأوا على بركات الله أول حاجة غا نبدأوا بها هي العجينة عجينة عادية كيفما كن عجنو الخبز غادي نحتاج رابعة ديال فينو نسكيلو ديال الفورس ونزو ما تقدروا تستعملوا الكيمية اللي بغيتو غا نخلط العناصر بجوج غا نزيد عليهم معلقة كبيرة ديال الخميرة والملحة ملحة كتبقى على حسب كل واحد المقدار يكيستعمل في العجينة وغا نجمل العجينة بالما دافي ديما كنأكد أن الماء يكون دافي يعني أي حاجة درنا فيها خميرة ما نديروش المسخون حيث كيهرز المفعول ديال الخميرة وما كيخليش العجينة أنها تخمر لينا وغادي نخلط حتى نجمع العجينة عجينة خاصها تكون مرخوفة يعني ما تكونش قاسحة بالأحسن أننا نرخفوها من الأول باش تسهل علينا كيف ما شفتوا معايا غادي نجمعها ونحاول وندلقوها مزيان يعني هاد العجينة خاصنا نعجنوها وندلقوها حتى تولي عدنا مرخوفة ما تكونش قاسحة كيف ما كتشوفوا أنا كنجمعها كنعونوا بالتقيق إلى كان خاصها وكندلقوها كيف ما كتليكم عجينة ديالي ها هي دلقتها كيف ما كتليكم كتكونها طبع دابة غادي نغطيها وغا نخليها ترسح ونشيوا نشوفوا الحشوة ونوجدوها على موجودنا ها تكون العجينة خداس وقتها وزات تعاونتنا في الخدمة من نسبة الحشوة كيف ما كتليكم حشوة اقتصادية سهلة لي بزفت الأوسار كتعتمدها ها نحتاجو الشحمة خيزو محكوك خيزو بنك نحكوك نحاولو أننا نعصروا نحيدو منو داك المابرش يكون ناشف نسبة الكمية كذب قليلا الاحساب كنتو ماش حار بغيتو تديرو في الحشوة وحتى الدقيق غادي نزيد الرباع ودابة غادي ندوز العطرية العطرية أنا هنا ياخديت معلقة صغيرة ديال سكنجبير نص معلقة ديالي بزار نحاولو أننا ما نكتروش منو من كامون ساعملو جوج مع القاس يعني نحاولو نغلبو الكامون الخرقوم أنا دات الخرقوم بالدي وشوية ديال الخرقوم الاصطناعي تقدرو تستغنو علي بنسبة لي ما كيبغوش بالناس يستعملوا في طيابهم جوجة المعالقة ديالت حميرة وغادي نزيد معلقة ديال الآزير الآزير داروني نستعملوا في هذه الحشوة يعني كيعطاها واحد المعضة زوين هريسة والملحة كسب قائلة حسب كل واحد شعر المقدار ديال الملحة كي يستعمل واحد المعالقة ديال الزيت دابة غادي نخلط كل شي كيف ما كتشوفوا معايا حتى الدخلية المكوينة في بعدياتها يعني كنخلط الى لاحطورة وخاكك المعالقة ما خلطتش ديال بدك شكل اللي بغيت بدك شعل استعملت ايد ديال باش نتحكم مزيان في الحشوة ونمعك مع هادوك التوابل وهكا غا تكون الحشوة ديالنا واجدة بعد ما سنلنا الحشوة دابة غادي ندوزو العجينة اللي خليناها رتاحة وكيف ما كتلكم خسنا ندلكوها مزيان ونخليوها مرقوفة غادي نديرها كويرات يعني قسمتها كويرات كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو هنحاول نقعدهم نعاونه بالتقيق باش العجينة الى كانت كتلصق ما تلصقش لينا من بعد ما كنساليو كنسرحو كورة واحدة من العجينة اللي قسمنا كيف ما كتشوفوا معايا يعني الوسط كنحاولو ان انا ما نرقوش وما خليوش انا يغليط بزاف غي باش لادرنا الحشوة ما تخرش لنا على برا نحاولو الحشوة نقسموها على القد اللي عندنا ديال كويرات ديال العجينة كنديرو الشحمة في الوسط كيف ما كتشوفوا وكنحاولو نجمعو هادو كجناب برؤوس الاصابع ديالنا كيف ما كتشوفو وكنسدو على العجينة بهالطريقة ديما نعاونو بالتقيق باش ما تلصقش ديال العجينة كنحاولو نقدها وغادي نخليها ومشي ندير نفس العملية اللي وريتكم كنقاوو نعاونو بالتقيق الى بات العجينة كتلصق كيف نكليكم كنكملو على نص طريقة من بعد ما كنسالي الكويرات كاملين ديال العجينة غناخدو كورة وحدة وديما كنعاونو بالتقيق وغنحاولو نسرحوها نسرحوها ارقيقة يعني مخليوهاش غليظة وما نسرحوهاش نسل ديال دراجة للحشوة تخرج دينا من العجينة الفوق يلا لاحظو من بعد ما غنسرحها غادي نحطها فوق شي من ديل ومكمل على نفس الطريقة وغادي نخليه البطبوط ديالنا يخمر ما يخمرش تادي الواحد الوقت طويل يعني تقريبا ما غنخليه وحد خمستاشر دقيقة عاد ندوزو مطيبوه بعد ما خلينا البطبوط يخمر ورتاح لابا غادي نطيبوه غنسخنو المقلام زيان وغادي نرشو بشوية ديال الزيت يعني الزيت كنرشو غيف هاد المرحلة غي شوية مشي بزاف ومنحطو البطبوطة كي تبالينا انها بداتك تشد فرصة ضغية نقلبوها يعني ما نخليوهاش حتى تبدأ طيب لنا ملتحت ولا تتحمر ولا يبدو يتلعو لنا هادوك الفوق عزم الفوق لذي نحطوها نقلبوها ونحاولو نبقاو مرة مرة نقلبوها كيف ما كتشوفو معايا هاد العملية را ضرورية هي العملية اللي كتخلي البطبوط انه هي تنفخ كيف ما غادي تشوفو معايا يعني را ما كنخفلش عليها كمقا نقلب وكمقا نحرك وإلا لاحظتو هادي هي النتيجة ان البطبوط كي يجي خفيف وكي تبدأ هي كي تبدأ تنفخ إلا لاحظو ان الطريقة ديال الطياب اللي شرحت لكم هي من بيل الحويج اللي كيخليو البطبوط يصدق يعني من بديت الفيديو وكيف ما شوفو في العنوان قلت لكم كينين بعد بعد الحويج ما نقولوش تقنيات يعني بطبوط رأي واحد كعرف يصيبو هي كينين بعد الخطوات اللي ضروري خسنا ما نغفلوش عليهم ان العجينة ما تكونش قاسها يعني نحاولو انها تكونها طبا ان الحشوة فاش نديروها نحاولو من الوسط ما نرقوش بزاف وانا ما نكونو كنسرحوها ما نديروها شغليدة خاسها تكون رقيقة نخليوه ياخد حقوه انه يخمر ومن الطياب نتبعو نفس الطريق اللي كليكم انا ما نحطوها في المقلة نقلبوه ومقاو نحركو ومقاو اه نقلبو فيها باش هي تنفخلينا ويجينا اه جينا خفيف يعني ما يجيش تقيل كيف ما كتشوفو ويجينا ديك الحشوة اه في الوسط يعني عامرة البطبوطة عامرة بالحشوة مزيان في الوسط نتمنى انني ما نكونش خربقتكم وما نكونش طوز عليكم في الشرح ولكن كون انني عطيت واحد لإفادة حساسا ان انا كاملين من كان طيبوا البطبوط كان بقونتنا وديك اللحظة ديال الطياب كلنا كانت نتمنى ان البطبوطة خاصها تنفخ يعني بحلي هاداك هو البخانسيب ديال ان ان البطبوط ناجح ولا لا نتمنى انني قدرت نوصل لكم المعلومة قدرت نفيدكم يعني في الخطوات اللي تخلي البطبوط يعني تخلينا نوصلوا لديك المرحلة اللي كنا بغينا كيف ما شفتوا معايا هذا هو شك دي البطبوط ديالنا من بعد ما وجد تمنى انني ما نكونش طولت عليكم وانني نكون قدرت نعطي ولا وإفادة بسيطة في هاد الموضوع ما غديش نطول عليكم حي طولت عليكم في الفيديو ردرا بزاف ده باغا مقاليا إلا نقول لكم زربوه رأكيد غديعجبكم خليوليا جيم خليوليا كومنتا قلوليا الوصفة دياليوما كيف اجاكتكم الناس اللي بقي ما تشاركوش في القناة تشاركو في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديبا كل جديد وإلى اللقاء نتلقى ان شاء الله في وصفة قديمة بإذن الله اشتركوا في القناة